انا غدير محمد عندي 22 سنة انا بشتغل في الحضانات من 2018 يعني بقى لي 4 سنين تقريبا انا اشتغلت في كيدز هوج نيرسري من 2020 بعد الكورونا على طول وكانت فترة صعبة جدا ان احنا نرجع نشتغل في النيرسري الثاني خصوصا ان كل اولياء الامور بيبقوا خايفين جدا ان احنا ازاي هنزل اولادنا وفي فيروس وفي عدوى منتشرة بس يعني على قد ما دي كانت حاجة صعبة على قد ما ان احنا انجحنا فان احنا نكسى بثقة اولياء الامور فينا بعد كده ده خلنا احنا فرحانين جدا وصلنا لحاجة مش نيرسري كتير قوي بتوصلها في الوقت اللي احنا فيه ده بالعكس دي حاجة صعبة جدا بس الحمد لله ان احنا قدرنا نكسى بثقة الناس فينا بعد شغل طبعا ومجهود كبير جدا اول حاجة احنا يعني من قبل الكورونا واحنا بنهتم جدا بتعقيم المكان ونضافة المكان بس بعد طبعا الكورونا بقيت فيه غرفة عزل طبعا عشان الاطفال بقى فيه يعني حرص اكتر ان اي حد بيكوح او اي حد عنده عطس للحاجات دي كلها لازم طبعا الطفل يقعد في البيت او ينفاصل عن الولاد لحد ما يجو يعني البارنس بتاعه ياخدوه طبعا فكرة غسل الادين والحفاظ على الهايجين دي بقيت اكتر بكتير من الاول يعني علشان بس نقدر نحافظ على الولاد طبعا الموضوع كان صعب في اوقات كتير جدا بس خصوصا ان هما اطفال بس الحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر يعني على الوضع التعاون مع الاطفال صعب جدا بس هو اهم حاجة ان هما يكونوا مستريحين في المكان ودي اكتر حاجة احنا بنشتغل عليها انه الطفل الاول يكون مستريح في المكان يحب الناس اللي فيه ويحس ان المكان ده بيته بعد كده الطفل بيكون مطيع جدا وبيسمع الكلام لان هو حابب المكان مش عشان هو خايف من المكان كمان احنا بنشتغل على فكرة ان الطفل يطلع هنا اكبر قدر من الطاقة بتاعته فطبيعي طالما الطفل بيلعب بيعمل حاجات بيعمل اكتيفتيز ان هي تخليه يطلع طاقته يطلع الانيرجي بتاعته الحاجات دي كلها بتخليه حب المكان جدا بتخليه ساعات كمان مش عايز يرقع حتى لو كان الطفل متعلق جدا باهله لكن هو مجرد ما بيجي وبيقعد معانا فترة الحمد لله كل ده بيتغير حتى البيهيفيور بتاعه بيتغير بالنسبة يعني هو طبعا ده بيختلف من سن لسن كل سن في الاطفال بيبقى ليه طرق تعليمية مختلفة يعني مثلا هما لسه بيبيز احنا بنشتغل معاهم اكتر على تنمية المهارات ان احنا نحاول نخليه تكلم حاولي يخليه انتبه يعرف الالوان اللي حواليه يعرف الشيبس بتاعت الحاجات الحاجات دي هي اللي بنشتغل عليها في الاول طبعا ده كله بيكون سماعي بعد ما بيوصل مثلا سن سنتين سنتين ونص بيبتدي ان هو احنا نشتغل اكتر على فكرة انه ننمي عضلات ايدي ونقوي عضلات اليد ده عن طريق الانشطة بتاعت المنصوري طبعا بيساعدنا كتير قوي في الحاجات دي بلاس ان احنا بنشتغل اكتر في الوقت ده على ان هو يبتدي يتكلم فطبعا ده بيبقى عن طريق السيركل تايم السيركل تايم دي وقت الاطفال بيعدوا بيعرفوا نفسهم فيه بيتكلموا بكل راحة بيبقى زي free space كده هم يتكلموا فيها من غير اي قيود فطبعا ده بيساعدهم جدا على ان هم يقدروا يتكلموا ويقدروا ينموا مهاراتهم على عكس بقى لما بيوصلوا سن ثلاث سنين ثلاث سنين ونص مثلا خلاص هو بيكون اردي عرف حاجات كتير وقدر ان هو يمسك الالم فاحنا بنبتدي كده نقاهل المدرسة النهاردة احنا بنحتفل بالكريسمس بالنيوير طبعا احنا بنحب نعرف الولاد ان احنا داخلين على سنة جديدة وبنحب يعني ان هم يحتفلوا معانا بحاجة زي دي فزي ما انت شايف كده عملنا الديكوريشن ده علشان هم بيحبوا جدا ان هم يبقوا قاعدين في مكان يعني بيتبستوا بالحاجات اللي احنا بنعملها وهيبقى معانا فيه ارت كلاس كمان شوية هيعملوا اكتيفيتيز فيه وكمان غير السانجس وغير الاكتيفيتيز التانية وطبعا الميلز الحاجات دي كلها هم بيتبستوا جدا بيها وبيفرحوا قوي بيها اول حاجة بتمنها طبعا يعني بالنسبة لشغلي انه الحضانة تكبر اكتر واكتر والولاد يتطوروا اكتر وان شاء الله كل واحد فيهم يخش الاسكول بتاعته ويبقى سعيد في حياته واتمنى انها تكون سنة سعيدة لنا كلنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة